اشتركوا في القناة دجلة لسعيد بن حمد بن مصلح الحبابي حيث حققت اول الانتصارات في لقاء الصباح تهنين ونموس للشاعر بتسع دقائق 24 ثانية وجزء واحد من ثانية وسلام يهالي الفقع وهالي زعبيل سلام عما الشوط الثاني حضرت سيرة لمالكة حارب بن مغير العميمية هدت الفوز والنموس الهالي العين بتسع دقائق و28 ثانية وستة زامن الثانية تهنين ونموس يبو سلطان وسلام وتحية الهالي العين الشوط الثالث يأتي دور مقداد لسعادة سيف بن احمد القبيسي تهنين ونموس يبو احمد على هذا الفوز والانتصار بدون اي توامر قطع المساعدة تسع دقائق 24 ثانية اربعة جزء من الثانية وسلام عينوي سلام لشعاري عرنين اما الشوط مشاهدين الكرام الرابع يأتي مسبار لمالكة صعب المضمرين عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان حيث حققت توقيت الافضل والاجمل في هذا الصباح بتسع دقائق 23 ثانية واربعة اجزاء من الثانية تهنين ونموس وسلام يا مرغم سلام الشوط الخامس نذهب مباشرة الى اسيلة لمالكة عمر بن عبدالله بن حاذة الاكتبي تهنين ونموس تسع دقائق 26 ثانية خمسة اجزاء من الثانية وسلام لهالي العين وهالي الريف في مدينة العين على هذا الانتصار الشوط السادس حضرت زمايم لمالكة محمد بن احمد بن منانة قطعت المساعدة في تسع دقائق وتسع عشرين ثانية ثمانة اجزاء من الثانية لتنتزع نموس وتهدي لها لمرغم وهالي زعبيل اما الشوط السابع يأتي دور سيد لمالكة محمد بن عتيج بن سالم بالعرطي الحميري قطعت المساعدة في تسع دقائق 33 ثانية واربعة اجزاء من الثانية تهنين على هذا الفوز والانتصار وسلام للمرموم سلام الشوط الثامن يأتي العاصوف لمالكة عبدالله بن الطير العامري قطعت المساعدة في تسع دقائق خمسة عشرين ثانية ثمانة اجزاء من الثانية لينتزع نموس ويهدي لهالي الهير في مدينة العين الشوط التاسع والجولة الثالثة ذهبت مراسيل بن نموس لمالكة احمد بن محمد بن حلوة سلام وتحيلها للخوانيج بتسع دقائق خمسة عشرين ثانية بالوفاء والتمام والكمال الشوط العاشر غبة لمحمد بن احمد بن منانا يضيف النقطة الثانية في هذا اللقاء بتسع دقائق وستة عشرين ثانية خمسة اجزاء من الثانية تانينه نموس وسلام الى هالي مرغم السلام بينما مشاهدين الكرام شوطنا العادي عشر بشعار بن مرخان حضر في هذا اللقاء وسجل توقيتا زمنيا مقياسة تسع دقائق سبعة وثلاثين ثانية واربعة اجزاء من الثانية تانينه نموس على فوز ضاري بالمركز الاول عبيت بن محمد وسطان بن مرخان الشوط الثاني عشر مشاهدين الكرام نذهب مباشرة الى اخر اشواطنا المفتوحة في هذا اللقاء صيحان لمحمد بن سعيد بن محسن الفلاحي انتزع الناموس بتسع دقائق وستة عشرين ثانية وجزئين من الثانية تهلينا على هذا الانتصار شوط الثالث عشر واشواط الانتاجي والمنتجين من البداية ذهبت مع السرية لسيبن محمد الحميدة الخيالي هالي رماح تسع دقائق ثمانية عشرين ثانية اربعة اجزاء من الثانية تانينه والناموس اما الشوط الرابع عشر يأتي دور حدث لمالك عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان والنقطة الثالثة يضيف هذا الشعار ما حدث وتسجل هذا الحدث والناموس والانتصار سلام مرغم سلام تسع دقائق ثلاث عشرين ثانية تسع اجزاء من الثانية ليسجل ثانية افضل توقيت في هذا اللقاء الشوط الخامس عشر نذهب الى الوسمي لمالك الوسمي راشد بن حمد بالزفنة العفاري تانينه ناموس للدكتور على هذا الفوز والانتصار تسع دقائق ستة عشرين ثانية تسع اجزاء من الثانية ومشكور سعود بالوحوش الوهيبي اما شوط الختام ذهب مع الفارس سعيد بن عبدالله بالطير العامري ذهب بناموس مستحق بتسع دقائق اربع عشرين ثانية بالوفاء والتمام والكمال تانينه ناموس وسلام لها للهيار سلام للمرة الثانية هكذا مشاهدين الكرام كانت نتيجتنا حاضرة في لقاء صباحي هذا اليوم مع ملخص ما دار من منافسة وتحدي في هذه الأشواط الصباحية لكم شكرا جزيلا على المتابعة من مخرج هذا السباق وليد البارودي وطاقم العمل الفني جميعا لقناة دوباي ريسينج يوم الغد بإذن الله تعالى بنفس الموعد ونفس عدد الأشواط نلتقي مع الحولي والزمول إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة